لكن ما هو القادم بقى طبعا مع مباراة الجاية سواء المغرب أو فرنسا والنهار ده بالمناسبة يعني خلاص احنا ساعاته ليلة جدا وكل العرب بلا استثناء هيكونوا على موعد مع يعني المغرب وبإذن الله كده كل التوفيق إن شاء الله للمغرب وكل التوفيق للمباراة نحن عايزين نشوف حاجة حلوة في الأول في الآخر احنا عايزين نشوف حاجة حلوة المغرب مفرحنا بالإنجاز العظيم اللي اتحقق حتى هذه اللحظة في الدوحة وأعتقد إحنا نستحق إن إحنا نوصل كمان للمباراة النهائية وليه لا ما ننافس على النهائي يعني نقدر بس برضو حرجع وقول زي ما قلت في بداية الحالة أنا سعيدة واحدة من الناس اللي سعيدة بالحصل لحد دلوقتي من منتخب المغرب حاجة فعلا مشرفة وحاجة تديك دفعة للجاية كريم إن المنتخبات العربية أو العقدة اللي عندنا شواء اللي هو إحنا فين والمونديال فين إحنا فين والمنتخبات العالمية دي فين والأوروبية إحنا إيه جنبهم إحنا ما عندناش من الإمكانيات لا منتخب المغرب أثبت لك إن ما فيش حاجة سمع كده أصلا ما فيش حاجة طول ما أنت شايف نفسك صغير هتفضل صغير طول ما أنت شايف نفسك حاجة كبيرة أنت حتجبر الناس إن هي تشوفك حاجة كبيرة وده اللي عمله منتخب المغرب لما أكبر كل العالم أنه هو يشوف الكرة العربية والإفريقية كرة محترمة وده اللي أكبر كمان بالمناسبة العالم كله من ناحية قطر إن أنت دولة عربية تقدر أن أنت تستضيف المونديال وتعمل كمان ضغط على الدولة اللي بعد كده اللي هتنظم هذا المونديال في النسخة بتاعتها عشان تقارن أو عشان تكون على نفس المستوى فتشابه بصراحة وتحية كبيرة جدا ومباراة أعتقد لن تكون سهلة أبدا بس هنقول يا رب يعني أكيد يعني مش هتكون مباراة قد ما هتكون موقع حربية وثاني لازم يتخذ بالاعتبار أن كل نجم من نجوم المتخب المغربي مش حاسس بأي هربة بأي شكل من الأشكال تجاه كرة القدم الفرنسية فهم متعودين عليها وعارفينها وفي كثير جدا منهم كان بيلعب قبل كده في أندية فرنسية مختلفة أو ما زال بيلعب حتى في أندية فرنسية ومنهم اللي ابتدى حياته أصلا كرويا في أكاديمية فرنسية ما لكرة القدم الحقيقة لازم نقف تاني ونتوجه بكل الشكر للمنتخب المغربي الحقيقة اللي تاني نرجع ونقول رفع سقف توقعاتنا وطموحاتنا وزي ما كانت نهواند بتقول لحضراتكم من شوية فعلا يعني هو عمل شيء غير مسبوء وفعلا دي مدعاء للفخر حسسنا وأكد لنا أن احنا نقدر أن احنا مش بعيدة عن المنافسة ومش أغرابة على المراحل النهائية من نهائيات كاسر